أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت سمود وعاد بالقارعة فأنا سمود فأهلكه بالطاغية وأنا عاد فأهلكه بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خامية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إلا لما طغى الماء حمرناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها وأذنوا واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحبلت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك قوقهم يومئذ سمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فيقول ها أبقره كتابي إني ظننت أنني ملاقن حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوقها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما سلقتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدرب حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عالي مالية خلق عالي سلطانية خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه سلاحان ثم في سلسلات ذروها سبعون ذروها ثبعون الذراوما فسلطوه إلا هو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحفظ على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حبيب ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إلا هو لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كائن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقامين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الودين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإن له لتذكرة للمتقين وإن لا لنعلم أن لكم مكذبين وإن له لحسرة على الكافرين وإن له لحق يقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم